قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين أنه سيعمل مع إسرائيل خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه في قطاع غزة وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في بريكسال عقب اكتماع لحلف نيتو أضاف بلانكين أن استمرار الهدن سيعني إطلاق صراح المزيد من المحتجزين ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها في الأيام المقبلة لتمديد الهدنة في القطاع